دع المشاركون العالم الحر خلال الفاعلية التي عقدت في مقر النادي الفلسطيني الأمريكي بمدينة شيكاغو إلى دعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والإعطاق من أطول احتلال عنصري تمارسه إسرائيل بحقه واستلهام النباد التي قرستها الثورة الفرنسية نحن قمنا بوقفة تضامنية مع أسرانا تزامنا مع الذكرى الثورة الفرنسية والتي تم تبيض سجن الباستيل اللي كان معروف في القمع والعنف والظلم فاخترنا هذه المناسبة لنناشد العالم بالوقوف إلى جانب أسرانا في قضية السجون نحن في فلسطين لدينا العديد من سجون الباستيل لا زالت قائمة لحد الآن قبل 230 عام تم تحرير السجن الباستيل ولكن نحن في 2022 ورغم التحضر والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن أسرانا لا زالوا يعانون نفس المعاناة التي كان يعاني منها الشعب الفرنسي اليوم كانت رسالتنا لكل الناس وكل الشعوب وكل أحرار العالم أنه سجن الباستيل سكر وتحرر بس لسه فيها الدنيا باسم الشعب الفلسطيني يعاني لليوم ولمبكرة نتأمل من كل الشعوب الأرض وكل أحرار العالم وقف مع قضيتنا الفلسطينية ويدعم الشعب الفلسطيني حتى نأخذ استقلالنا ونحرر أسرانا وأقصانا ونقيم دولتنا الفلسطينية حسب قوانية الشرعية الدولية الحضور شددوا خلال الفاعلية على ضرورة تحرير الأسرى من سجون الاحتلال الذين يتعرضون لأبشع الممارسات اللا إنسانية وغير القانونية التي تنتهك القانون الدولي وطبيض الباستلات الإسرائيلية إسوة بطبيض الباستلات الفرنسية نتمنى أننا تشل المساجين تعين فلسطين يطلعوا والله يهونها عليهم نتمنى أن نرجع على بلادنا وتبكى حرة إن شاء الله العديد من أبناء الجالية الفلسطينية شاركوا في الفاعلية التي صادفت ذكرى الثورة الفرنسية وذلك تأكيدا على حق شعبنا بالخلاص من الاحتلال وإقامة دولته الحرة المستقلة إذا كان الرابع عشر من تموز يصادف طبيض الباستلات الفرنسية فإنه يصادف أيضا افتتاح الاحتلال الإسرائيلي لمعتقل أنصار في ثمانينيات القرن الماضي على أملانتات الذكرى وقد تبيضت كافة الباستلات الإسرائيلية من أسران البواسل من مدينة شيكاغون الكراجا تلفزيون فلسطين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة